اشتركوا في القناة يعني بايجاز كده عشان خاطر الناس اللي ما حضرتش معانا مبارح وهو اعتبر كان اهم حاجة عندنا في محاضرة مبارح وانا كنت مدي هومورك خلال الاسبوع دوت لكل واحد شغال في مكان يبتدي يعمل تقليل مبدئي المكانه ويشوف درجة السيجما ليفل بتاعت المكان بتاعته قديه ويقدر يحسبها من خلال القوانين ومن خلال الكالكوليتورشيت اللي انا شايرتها عالجروب وقلنا للكالكوليتن انجي سيجما ليفل وعبارة عن دي بي يو ودي بي او ودي بي ام او قلنا ان الدي بي يو قلنا ان الدي بي يو اللي هي ديفيكت بير يونت دي عبارة عن النمبر وفي يونت عبارة عن النمبر وفي يونت عارفة من شاشة كذا الدي بي يو اللي هي ديفيكت بير يونت عبارة عن النمبر بعد ايضا والدي بي او ديفيكت بير اوبرات عن النمبر قلنا تقل من человечاشة رقائن بي عند النمبر اللي هي ديفيكت voor UNT ووالدي بي او اللي هي ديفيكت بير مليون او первに اللي هي او دي بي او في اه عشرة اوس ستة. بعد كده الخطوة الرابعة بنيجي نحسب السيجما ليبل بروم شيت كالكولياتور. اللي هي بيت. اللي احنا بنحط فيها النمبر اوف يونتس الان والي اكل ستة. عدد الوحدات بتاعتي اللي انا قلت ما تقلش عن تلاتين سامبل. والتوتا النمبر اوف دي فيكتس اللي هي دي اللي هي عدد الكورسات اللي انا بخطها في آآ في الجدول بتاع الانيش الاساسمنت. ايا كان بقى عدد الكورسات اللي هي عدد العيوب اللي بتظهر في كل مرحلة اخلال بتاعتي. بعد كده عدد نفسها وليكن انا حطه في الجدول عندي احتاشر والسيجما شيفت اللي هي واحد ونطس اللي احنا قلنا اندكس ده سابت على كل العمليات بيجي اكتب تحت النتائج اللي انا حسبت لها القوانين بتاعتها من شوية اللي هي دي اللي احنا قلنا عليها. بعد كده بنيجي بقى نشوف الانيش الاساسمنت الانيش الاساسمنت الجدول اللي حضراتكو شايفينه ده بقسم اللي هي عدد المراحل بتاعة البروسيس لما يوصل يبقى ايا كان بقى البروسيس اللي عندي دوت مكون من كم مرحلة عشان يبقى منتج نهائي بيمر بكزا مرحلة انا بعد الكزا مرحلة وبحطها في بتاعتي بعد كده النمبر اوف يونتس اللي هي عدد السامبلز اللي انا بختارها انا هنا اخترت ستة سامبلز بس لما بنيجي نعمل الانيش الاساسمنت ما بيقلش عن تلاتين سامبل عشان تبقى السيجما ليبل بتاعتي دقيقة وببتدي اشوف الديفكتس اللي بتظهر في خلال كل مرحلة عندي واي دفكتس بتظهر في كل عينة بعمل فيها كروس زي ما حضراتكو شايفين كده وباجي عد الكروسات دي في الاخر لغاية اخر مرحلة عندي ولتكن انا عدد الكروسات اللي هنا اللي هي الديفكتس اللي ظهرت في خلال المراحل كلها اه وانا بعمل التصنيع النهائي للمنتج ظهر عندي خمستاشر مشكلة فانا باجي اخطهم في القانون اهم الديبيو بتساول خمستاشر مشكلة على عدد اليونتس اللي عندي اللي هما ستة طلع اتنين ونص بفكتس بير يونتس بعد كده بشوف الديبيو اللي هي بأسم الديبيو اللي هما النتيجة اللي طلعت اتنين ونص على عدد اللي عندي اللي هي عدد المراحل اللي بتمر بيها البروسيس ولتكن حداشر طلع الرقم اللي هو متين سبعة وعشرين من الف بعد كده بحسب الديبي ام او اللي هي الديبيو اللي هو بتاعة الديبيو في عشرة والستة اللي هو المتين سبعة وعشرين من الف عشرة والستة بطلع الرقم متين سبعة وعشرين مليون ومتين اتنين وسبعين من الف بعد كده بحسب بتاعتي من الشيط كالكوليتور اللي احنا شفناه من شوية وبحط فيه العدد بتاع السامبل وبحط فيه العدد بتاع وبحط فيه الكروسات المشاكل اللي حصلت في خلال البروسيس كاملة يطلع اتنين بوينت اتنين يعني دي سيجما اتنين بوينت اتنين ونص تقريبا يعني تعتبر برضو ايه السيجما ليبل ما اجبتش النص بس هي دي درجة الجودة اللي احنا اه عرفنا نقصة هنبتدي بقى نخش النهاردة ايه على موضوع جديد اللي هي احصائيات السيجس سيجما الاحصائيات بتاعة السيجس سيجما العندي الشكل دوت اللي هو يعتبر المنحنة ده بنسميه اللي هو كل الناس طبعا عرفاها اللي هو النورمال ديستريبيوشن كيرب النورمال ديستريبيوشن كيرب يبقى عندي فيه انحرافات ولتكن ادي السيجما بتاعتي ادي السيجما بتاعتي متقسمة زي ما احنا شايفينها كده وطبعا انا عندي وحدة القياس اللي انا بقيس بيها في انحراف المعياري زي ما قلنا في المحاضرة الاولى اللي هي السيجما اللي هي السيجما دي يطليها قانون القانون بيقول ايه بيقول ان الجزر التربيعي يعني ممكن نكتب في النوتز التعريف دوت السيجما هي الجزر التربيعي لان التعريف انا ساعات ما بقولوش في الباوربوينت فبقولو من خلال الشرح يعني الجزر التربيعي لمجموع انحرافات القيم عن المتوسط اللي هي عندي سام ميشل اكس اي نايس اكس داش يبقى دي ايه مجموع انحرافات القيم يعني اضعتنا قيمة واحد نايس قيمة اتنين قيمة تلاتة نايس قيمة اربعة قيمة خمسة نايس قيمة ستة وهكذا يبقى انا بعمل سام ميشل كامل لمجموع انحرافات القيم عن المتوسط على عدد القيم نايس واحد وطبعا هنشرح القانون ده بالتفصيل في النقطة اللي بعديها نقول الانحراف المعياري ايه هو الانحراف المعياري نعيده احنا اقولناه برضو في المحابرة الاولى وهنقوله تاني الانحراف المعياري يعتبر مقياس لقياس البيانات عن متوسطها الحساني يبقى ايه هو الانحراف المعياري الانحراف المعياري هو مقياس لقياس البيانات اللي احنا شفناها في النورمال ديستوربيوشن كيرب من شوية من خلال جميع القيم وحسابها عن متوسطها الحساني يعني ايه الكلام ده يعني انا لما اقول دلوقت انا عندي مجموعة من القيم وهناخد طبعا مثال وهنحله وهناخد تمرين وهنحله وهنفهم الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله النهار دي يبقى انا لما باجي اعمل قياس للانحراف المعياري اللي انا لسه شرحين المعادلة بتاعته اللي هي سجمة بتساوي الجزر التربيعي لمجموع انحرافات القيم عن المتوسط على عدد القيم ناقص واحد هي دي السجمة بتاعتي هو ده الانحراف المعياري بتاعي فلما هنيجي ندله تعريف ونعرفه هنقول هو مقياس لقياس البيانات عن متوسطها الحسابي ويحسب الانحراف المعياري من خلال ادخال جميع القيم لازم ما ينفعش قيمة ولا اتنين يعني لما اجي احسب متوسط انحراف معياري لمجموعة من القيم ولتكن مية قيمة هحط مية قيمة مش هينفع اخد قيمة او اتنين او تلاتة او اربعة لازم ااخد مجموع القيم كلها كل البوينت بتاعتي لازم احسب لها انحراف معياري وهنعرف في المثال ان شاء الله يبقى هنقول الانحراف المعياري زي ما نكاتب كده هو مقياس يستخدم لقياس مدى تفرق او تنغم البيانات عن متوسطها الحساب ويحسب الانحراف المعياري زي ما قلت من خلال ادخال جميع القيم وحسابها وليس من ادخال قيمتين او سلاسة فقط يعني لازم ادخل جميع القيم اللي موجودة عندي داخل النورمال ديستريبيوشن كير النورمال ديستريبيوشن كير في مليون قيمة ادخل المليون قيمة في ميت الف قيمة ادخل الميت الف قيمة يبقى لازم اعمل من انحراف معياري شامل لكل ما هو تحت النورمال ديستريبيوشن كير في مليون قيمة آآ ليه ليمت وهنشرح برضو الحاجات دي بعد كده بالتفصيل ان فيه ليمت عندي بيعتبر بنسميه آآ 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 ابر ليمت آآ كنترول ولوور ليمت كنترول م بان الافر ليمت كنترول ولور ليمت كنترول هو يعتبر البروسيس بتبقى جوه عندي ما بين اعلى حدود واقل حدود. يعني انا عندي هنا في الشكل ده هيبقى من عندي التلاتة. والمينس تلاتة. لغاية نهاية طب لما اجي احسب انا بقى الانحراف المعياري للقيمة اللي هي بتاعتي لازم طبعا احط طل القيم اللي جوه ما اختارش قمتين ما اختارش تلاتة ما اختارش اربعة يبقى ادخل جميع القيم اللي هي داخل اللي انا عايزة اسها في البروزيس كاملة. طبعا لما هنيجي بقى نحسب الحساء الانحراف المعياري لمجموعة من القيم وليكن ايا كان العدد بتاعها لما نعرفش طبعا ان البروزيس بتبقى فيها كامل قيمة ولا انا عايزة اس كامل قيمة فيها. اللي في خطوات عمل وفي خطوات حسابية هنتمرن عليها النهاردة ان شاء الله. هنشوفها. وهديكم النهاردة تمرين كده نحله مع بعضه. نحله مع بعضنا يعني. ايه هندسة الصوت كده جايب في حد كاتب على الشات اا الصوت. لا الصوت كويس. تمام. هنيجي نحسب الانحراف المعياري بقى المجموعة من القيم اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي داخل اللي احنا بنحسبها بواسطة القانون اللي احنا خدناه اللي هو كلمة صميشن يعني مجموعة ايا كانت القيم اللي موجودة ايا كان عددها هنحسبها ونشوفها اللي هو القانون بتاعنا بيقول ان السجمة بيساوي الجزر التربيعي لمجموعة اتحرافات القيم عن مربعات المتوسط على عدد القيم مقس واحد وهنشوف الخطوة الاولى بنحسب المتوسط الحساب للقيم يعني اول حاجة عندنا مثلا مية قيمة ولتكن من واحد لمية هحسب لهم المتوسط الحسابي دي سهلة بجمع واحد زائد اتنين زائد ثلاثة زائد اربعة لغاية مية واقسم على العدد جبت المتوسط الحسابي ايه للقيمة وهنشوفها برضو بتتحس بالزي وذلك بجمع القيم وتقسيمها على عدده يبقى اول حاجة اول خطوة اساسية عشان احسب الحراف المعياري بتاعي بحسب المتوسط الحسابي لمجموع القيم بتاعتي اللي هي داخل النورمال ديستوربيوشن كده الخطوة التانية بحسب مقدار الانحراف عن كل قيمة عن المتوسط الحسابي ازاي الكلام ده هندسة وذلك بطرح المتوسط الحسابي عن كل قيمة يعني انا مثلا طلعت المتوسط الحسابي وطبعا لما هنشرح المثال وانطبقوا دلوقتي ان شاء الله الكلام ده هيبقى واضح ففي حاجة هقولكو عليها تانية اللي انا هعلمكو النهاردة كمان ازاي تحسبو الانحراف المعياري مش بالفونكشن بس انا هخليكو تحسبوها كمان على الكسيل يعني هديكو معادلة تتحط على الكسيل تجيبلكو الانحراف المعياري لمجموعة القيم اللي انتو هتدخلوها من غير الجامعة والطرح والضرب والجزر التربيعي والكلام فانا النهاردة ان شاء الله هشرح لكم طريقتين بس انا لازم اقول الطريقة دي والطريقة دي عشان تبقوا فاهمين الانحراف المعياري بتحسب ازاي ما تجيش تقول يا هندسة انت هتدخل المعادلات على الكسيل فلا انا دايما بحب اشرح الحاجة كافية الجات منين المعادلة دي جات ازاي القيم دي جات حسابها ازاي فهنقول ان شاء الله النهاردة حساب الانحراف المعياري عن طريق المعادلات وعن طريق الاكسيل وهنشوف الكلام ده بمثال دلوقتي هنشوف الخطوة التانية نحسب مقدار الانحراف عن كل قيمة عن المتواصل الحسابي وذلك بطرح المتواصل الحسابي عن ايه كل قيمة الخطوة التالتة بنربع انحراف كل قيمة عن حد على حدة يعني كل قيمة طلعت معي بأم ربعها دي تربعها كزا دي تربعها كزا وهنشوف دلوقتي في المثال اللي جاي واخر حاجة بنطبق القانون بقى يعني بعد ما بجين التلاث قيم اللي فوق دول بطبق القانون بتاعي بتاع الجزر التربيعي بيساوي مجموع الحرافات القيم على المتواصل الحسابي على عدد القيم ناقص ايه؟ الله اسوأ هنشوف المثال اللي جاي ان شاء الله وهتفهموا انا قصدي ايه؟ من حساب الانحراف المعياري انا عندي مجموعة قيم زي ما حضراتكم شايفينها هي طالب انا فيها حساب الانحراف المعياري لخمس قيم دول خمسة وعشرين وتلاتين وخمسة وتلاتين واربعين وخمسة وخمسة احسب الانحراف المعياري للخمس قيم دول ازاي؟ هنطبق الخطوات وبعد كده نعود في القانون ونشوف الانحراف المعياري بتوع الخمس قيم دول هيتحسب ازاي؟ وبعد كده هشرح لكم ازاي نحط القيم دي على الاكسل ونجيب الانحراف المعياري على طول من غير قوانين وضرب وضرح واسمة وجازر وكل واحد طبعا ليه مطلق الحرية اللي هو ايه؟ يبقى فاهم الكلام ده ازاي؟ بالحسابات وبعد كده يفهم لو هو مثلا يعني عايز يخلص الموضوع بسرعة وعايز يحسب الموضوع بسرعة فيضطر يلجأ للأكسل ويحط القيم ويشتبه فهنشوف اول خطوة عندي ايجاد المتوسط الحسابي جمعت الخمس ارقام زي ما حضراتكم شايفين خمسة وعشرين خمسة وعشرين زائد تلاتين زائد خمسة وثلاتين زائد اربعين زائد خمسة وخمسين مجموعهم كذا على المتوسط الحسابي بتاعهم طلع مية خمسة وثمانين على خمسة اللي هو رقم المتوسط وليكن سبعة وتلاتين يبقى انا كده جبت المتوسط الحسابي للقيم دي سبعة وتلاتين بعد كده الخطوة التانية ايجاد انحرافات القيم عن متوسطها وامضام من خطوة الرابعة معاها يبقى انا كده ثانيا دي الخطوة التانية والخطوة التالتة انا ضمت كده خطوتين مع بعض اللي هو عملت الانحرافات بتاعت القيم وهقول لك ازاي وبعد ما عملتها واحكمة ربعها بالمارضة عشان اعمل الخطوة دي وتربيعها يعني انا ضمت ثانية انها خطوة التانية والخطوة التالتة بثانية اللي هو ايجاد انحرافات القيم عن وسطها وبعد ما بديه انحرافات القيم عن وسطها بخطها تربيع عشان بعد كده اخد القيم دي وعوضها في القانون بتاع الجزر التربيعي على طول اللي هو مجموح انحرافات القيم عن مربعات المتوسط على عدد القيام مقس واحد طب انا اعمل كلام ده ازاي خدت اول قيمة عندي اللي هي الخمسة وعشرين طرحتها من المتوسط اللي هو سبعة وتلاتين اللي انا جبته فوق طلعت مينس اتناشر طيب وربعت المينس اتناشر طلعت مية اربعة واردين يبقى دي اول اول انحراف عندي جبته من اول قيمة طرحت الخمسة وعشرين اللي هي اول قيمة من السبعة وتلاتين اللي هي قيمة المتوسط الحسابي لمجموع القيم كله طلع مينس اتناشر وربعته طلع مية اربعة واردين طيب الخطوة التانية القيمة تلاتين برضو نفس الكلام المتوسط سبعة وتلاتين طلع مينس سبعة ربعته طلع تسعة واردين الخمسة وتلاتين القيمة التالتة نقل سبعة وتلاتين طلعة مينس اتنين ربعتها طلعة اربعة اربعين نقل سبعة وتلاتين تلاتة تربعها تسعة خمسة وخمسين نقل سبعة تمنتاشر تربعها تلتمية اربعة وعشرين يبقى انا كده جبت المربعات وجبت الانحرافات بتاعتي طب لو انا الكلام ده بتاعي صحي وعايز اشيك على نفسي اعمل ايه لو انا جمعت اللي الحرافات بتاعتي القيم اللي هي مينس اتناشر نقص سبعة نقص اتنين بلاس مينس اتنين بلاس تلاتة بلاس تمنتاشر لازم تطلع صفر لازم ازاي الكلام ده اهو لما باجي بعمل مجموعة الوسط ده يعني لو جيت جمعت الوقتي مينس اتناشر زائد مينس سبعة هيبقى مينس تسعتاشر زائد مينس اتنين هيبقى مينس واحد وعشرين زائد تلاتة مع تمنتاشر واحد وعشرين مينس مع بلاس تلعت صفر يبقى نعرف كده ان الخطوات صح مفيش مشكلة عندي يبقى لازم لما اجي اعمل تشيك كده على الخطوات بتاعت مجموعة الوسط الحسابي لازم تطلع القيم دي مجموعها بصفر كلها بعد كده باخد الحاجات اللي انا مربعها دي اللي هي القيمة الاولى مينس اتناشر لما جيت عملت لها التربيع بتاعها والقيمة التالية مينس سبعة لما جيت ربعتها اجمع المية اربعة واربعين زائد تسعة واربعين زائد اربعة زائد تسعة زائد تلتمية اربعة وعشرين تلعت خمسمائة وتلاتين يبقى انا لما جمعت الوسط الحسابي تلع بصفر ولما جمعت التربيع تلع بخمسمائة وتلاتين طبعا الكلام ده هنستفد بي فين لما اجعوض بقى في القانون اللي احنا لسه ده واخدينه اللي هو قانون الانحراف المياري يريد الناس تبقى حافظة القانون او تفهمه لان انا ممكن اخش على الكسيل وحط القيم واعمل خلاص المعادلة جد خلاص جبت الناتج بس لما الناس بتبقى فاهمة القانون وبازاي بعوض فيه وجي منين وطريقته ازاي بيبقى احسن يعني بتبقى فاهم نطبق بقى في قانون الانحراف المعياري وهو الجزر التربيعي المجموع مربعات من حرافات القيم على المتوسط على عدد القيم ناقص واحد هيساوي الجزر التربيعي اللي هو ايه احنا اخذنا مجموع مربعات القيم اللي هو خمسمية وتلاتين على عدد عدد القيم ناقص واحد انا عندي قيمة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى خمسة ناقص واحد اربعة يعني انا عندي كده من قيم بتاعتي مية اتنين وتلاتين ونصف احط الكلام ده تحت الجزر. ايش هو الجزر التربيعي? طب الجزر التربيعي لمية اتنين وتلاتين ونص. طلع ايه? ايه? حداشر. حداشر ونص تعريبا ايه. طيب. يبقى ايزا للحراف المعياري انا جبت مية اتنين وتلاتين اهيه الجزر التربيعي ليه طلعت حداشر ونص. بقى استخدام القوانين او القانون في حساب الانحراف المعياري. بالخطوات اللي انا شرحتها دي. فيه بقى انا كاتب هنا تحت الستاندر ديفييشن بيساوكات. لو انا عايز احسب الكلام ده على الكسل. احنا ما عندناش دماغ احنا بيجي ان الشغل تعبنين. احنا لو في الشغل عايزين نحسب الانحراف المعياري لبروسس عندنا. لسه هنقعد نجمع ونطرح ونعمل قيب ونحط تحت جزر. احنا عايزين حاجة سهلة ايه تخلص. بيه ناس كده يعني عنداش وقت فعلا. لما الكسل دوت يعني اتعامل عشان السرعة. عشان الحاجات دي. فهنشرحه بالمرة دي الوقت. هدي الكسل عندنا. الكسل باين كده للناس. اه ظهري ما في الكسل. خط القيم اللي عندي. اللي هي الخمسة وعشرين. والتلاتين الخمس قيم بتوعي. وحطتهم في اللي كده كتبتهم. خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين اربعين خمسة وخمسة. نمسح دي بس. طيب احسب ازاي الانحراف المعياري للقيم دي. باجي عند الخنة لتحت. بعد مقتل القيم باجي عند الخنة لتحت. باجي باعمل اا اا اقوال. طبعا انتو عارفين ان الناس كتير ايه وفاهمة في المكسل. بتعمل اقوال عشان تدخل بتاعتك على طول او الدل اللي عندك. وبتيجي تكتب اهي استي تي. فبتظهر لك كل اللي في استي تي. دي وبتختار الستاندرد ديفييشن دي. اهي. وبتيجي تعلم على الخمس قيم اللي انت شايفه. وتقفل القوس بتاعك. طلعت الحداشر ونصر. مفيش تلات ثواني. خدتش معانا تلات ثواني. بدل معه ده اجمع. واطبق في القانون. واجيب الجزر التربيعي. واعمل. بدخل. بحسب الانحراف المعياري بتاعي. على الاكسل. ادخل القيم. وبعد كده بعمل اكوال. واختار الستاندرد ديفييشن. واعلم على وعلم على القيم. ولتكن مية قيمة. الف قيمة. زي ايا انكلة القيم. واقفل القوس بتاعي. بالبداية والنهاية. واعمل انتر جابلي على طول الحداشر ونص من غير اي اه حسابات. فدي بالنسبة لل اه دي بالنسبة لل اه لو عايز احسب الاستاندرد اللي هي اه قيمة المجموعة الانحرافة اه قيمة الانحراف المعياري او اه بتاعي الانحراف المعياري للقيمة. اه عن طريق الاكسل. في واحد عايز يعيدها تاني. خاطر. خاطر. عايدها تاني. طيب استاذ علي. استاذ علي. انت حضرتك عايز تعيد ايه الاكسل ولا ولا القانون اللي اكسل فقط. حاضر استاذ علي. من عينيه. قلص استاذ علي. انا دلوقتي عندي القيم اللي موجودة اللي هم الخمس قيم اللي انا منديهم في المثال. اللي هم الخمسة وعشرين والتلاتين والخمسة وتلاتين والاربعين والخمسة وخمسين. انا كتبت الخمس قيم تحت بعضيهم بالتسلسل اللي موجود. يعني خدت القيم بالترتيب حطتها في الجدول بتاع الاكسل. وتحت الخمسة وخمسين باجي عند اخر قيمة انا ضفتها باعمل يساوي. اقوال. بس تا كتبت اقوال هو اللي بيفهم اللي انا ايه? هدخله معادلة. يعني فيه فانقشن هتخش عندي هنا في الليكسل. وباعمل الانحراف المعياري. معادلة الانحراف المعياري على اللي اللي هي الستاندرد ديفياشن. اللي هي الاس تي دي. وباجي ناقي بين الاس تي بي اي بي هنا الستاندرد ديفياشن. اهي. بسيب اول واحدة وتاني واحدة وتالت واحدة ورابعة واحدة خامس واحدة هي الستاندرد ديفياشن. هي الستاندرد ديفياشن. اهي. الحاجات التانية دي ما ليش انا دعوة بيها. يبقى الستاندرد ديفياشن اللي هي دي. اس تي دي اي بي. بقى ام اختارها. بدوس عليها كده دابل كليك. يبقى لكتاب لي هو ايكوال. اس تي دي بي. بيبقى هو كده اللي كسل لي عرف اللي انا عايز احسب الانحراف المعياري بتاع القيم. طبعا انا بعد ما كتبت هو عمل قص لوحده يعني بيقول لي بقى ايه انت دخل القيم اللي انت عايزها عشان احسب لك فيها. احسب لك اللي انت عايزه. فانا لازم احدد القيمة. البداية والنهاية. اقفل له. اول قيمة واخر قيمة واختار فاعمل على القيم بتاعت اللي فوق هي. اللي هي الخامسة وعشرين ماجي كده بالماوس. واعمل واختار القيم بتاعتي. اهو اهو حاجة هالي هي. من جي اتنين لجي ستة. قادي جي اتنين في الكولم جي من عندي اتنين لغاية جي ستة. اهي يبقى القيم بتاعتي محصورة. من عندي جي اتنين لغاية جي ستة. خلاص انا كده حاجة قيمة هنا. المفروض اعمل ايه بقى? اقفل القوس. اجي اعمل شفت واقفل له القوس. يبقى هو كده اللي اكسل عرف اللي انا عايز احسب. الانحراف. المعياري للخمس قيم دول. بعد ما سلك. بعد ما اعمل السلكت بتاع عليهم. بختارهم. وبعمل قيمة الانحراف المعياري على طول زي ما انت شايف? حدواشر بوينت واحد وخمسي. تمام كده يا سيد علي? وصلت لحضورتك كده? تماما. شكرا. نرجع بقى الموضوع انا تاني. نفتح ال انا بقى هنا عايزة اديكم سؤال بقى. يعني عايزين بقى ايه? يبقى سؤال ويريد. انا قلت المرة اللي فاتت. اللي احنا عايزين يبقى معانا نوتس او مذكرة او اي ان كان اجنتة او اي حاجة نكتب فيها. لان احنا هناخد مع بعض السكسي سجما احصائيات وتمارين وهي كده. يعني هو القرص كده. بيعتمد على الاحصائيات والخرايط والتمارين وطبعا هي المنهجية نجحت ليه؟ وناس كتير بتطبقها في مصر دلوقتي طبعا. شركات كبيرة زي فودافون بتطبقها وشركات زي بي ان جي بتطبقها. الشركات الكبيرة اللي بتطبق النظرية بتاعت سكسيجما. عشان بتعتمد اساسا على جمع البيانات والاحصائيات مش تخمينات. يعني انا مش هقول احنا ممكن نفرد اللي ده هيحصل. لا ده انا بجيب بيان. وبجيب بيانات واحصائيات وبارسم وشارطات وبعمل جداول وبثبت لله قدامي الارقام بتقول كده يعني انا مش هقلف. انا مش هقلف. لا ده الارقام بتقول كده على مدار كزا سنة حصل كزا كزا في المجال كزا كزا. فهي سكسيجما بتعتمد على التدريبات والتمارين والاحصائيات. عشان كده هي نجحة على المستوى العالمي. وشركات العالم دلوقتي الكبرى بتطبق المنهجية وبتاخد اعلى الارباح اعلى الارباح والميزانيات الاقتصادية من خلال المنهجية بتاعت السكسيجما. وطبعا اكيد حضراتكو اريته عن مميزات بتاعت السكسيجما والشركات الكبيرة. انا قولت الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت. واقلت الهيستوري كاملة بتاعت السكسيجما وان الشركات اللي طبقت المنهجية حتى الان من الشركات الكبرى العالمية. فاحنا نرجع بقى حتى في النوتس دلوقتي وانفكر فيه لغاية يوم الجمعة الجاية ان شاء الله مع الهوم وارك بتاع الانشيال لكل واحد في مجال عمله. ويريد كل واحد يعني يعمل حاجة يبعثها على الجروب لان يعني انا شايف انا شايف اللي انا مش هيبقى فيه طبعا في نهاية الكورس امتحان وكده لانه انتو طبعا يعني مش مش هتبقى فاضين تذاكروا او مش هتبقى فاضين للانتحان ومش عايز احط في اي حد اه في ريسك. فانا هخلي اه اه اللي مش هيقدر اه كان فيه واحد ان برح كاتب اه على الجروب مش فاكر اسمه ايه. يا هندسة احنا ما بنقدرش نخضر عشان خطر الجمعة والسبت واحنا بنخرج واحنا عندنا شبط. فانا يعني اه هخلي الموضوع دوت على البروجيكت اللي هي الاسبوعي دي. اه انا اديتك بروجيكت اه مثلا النهاردة تمرين. اه هتبص فيه هتحله هتبعثه على الجروب اه للمهندس اه المهندس عمر هيشوكو. المهندس احمد حسامة هيشوكو. هنبقى عارفين مين اللي بيبعت الشيتس دي في خلال نهاية القرص هنبتدي نحدد عليها الشهادات والكلام ده عشان برضو يعني يبقى مناصفة اه للناس اللي هي ما بتقدرش تحضر يوم الجمعة الصبح او يوم السبت الصبح عشان مجال عملهم او او اجازتهم او ايا كان او صلاة الجمعة. فانا اه فكرت في الموضوع كويس. وقلت ممكن الناس تبص على الريكورد بعد اللي بقى اتخلص شغلها او بعد ما اتخلص الصلاة الجمعة او بعد ما اتخلص الشغل بتاعها وتشوف الريكورد طبعا الريكورد ممكن بيبعت عن طريق الفيس وهيبعت عن جروب وهيبقى لكل الناس ويبتدي يحل التدريب واللي مش فاهم حاجة في التدريب يسألني في المحاضرة اللي بعدها انا اقول انا يعني انا تحت عمركم اقول لكم على كل حاجة اه انتوا هتسألوا عليها وكل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله اقولوا. ممكن نكتب بقى التدريب دوت عشان خطر الفضرة الجاية. احسب الانحراف المعياري للقيمة التالية تلاتة واتنين واربعة وخمسة وسبعة وستة وتمانية. هدي دقيقة كده لكون الناس كتابتها كلها. لو انت مش متغفر معك قلم ونوت دلوقتي خدها بالموبايل او سكرينشوت من على الشاشة. يحسب بالانحراف المعياري للقيم التالية تلاتة واتنين واربعة وخمسة وسبعة وستة وتمانية. عايز تحسبها اكسل احسبها. عايز تحسبها من خلال القوانين والخطوات اللي احنا قلنا عليهم. شوف انت ايه اللي ينزدك. المهم ان عايز قيمة. عايز ناتج. ريزل. يتحط. ده هيبقى ان شاء الله لهم مرك من خلال الاسبوع كله. مع الانيشيال assessment. وتبعت ان شاء الله على الجروب ونشوفها ونشوف الصحة. تمام? نخش على موضوع جديد. العملية ومدخلاتها ومخرجاتها. عايز اتكلم في الموضوع دوت شوية يعني. في السيكس سجما. السيكس سجما بتعتمد على ان اي عملية فيها بيبقى لها مدخلات inputs ومخرجات outputs. يبقى اي عملية في منهجية السيكس سجما. بدخل لها inputs ويطلع منها آآ inputs وبيطلع منها outputs. مدخلاتها ومخرجاتها. زي زي اللي انا كتبه ده. من العملية او النشاط. ايا كان النشاط خدمي. نشاط آآ صناعي. آآ آآ ايا كانت الخدمة اللي انا بطبع فيها النظرية. بدخل. مدخلات. وبيطلع منها مواصفات منتج اللي هي المخرجات. اكس. طبع. انا عندي المدخلات بتبقى مدخلات محكومة. يعني ايه مدخلات محكومة? يعني انا بتحكم فيها. انا القصدي او انا بتحكم في الادخال المدخلات دي. المدخلات الغير محكومة اللي هي بتبقى غصبا عني. او انا مش هقدر. هعمل لها حاجة. زي بادوزر. زي اه اه حصل مثلا اه حاجة اه لقدر الله. انا اخذت حاجة في مخزن. لقدر الله بازت. اه 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 حصلت حريقة. حصل ماس كهرابي. في البروسيس. يعني اه الانبوت اللي عندي بيبقى محكوم. بدخل انا الحاجة بتاعته اه بتحكم فيها. والحاجة الغير محكومة اللي انا ما بقدرش اتحكم فيها. اللي هي بتبقى غصبا عني. او اللي هي قضاءا وقضاء. وفي الاخر بيطلع الاوتبوت بتاع اللي هو المخرجات. بس ده باختصار شديد. اي عملية في الدنيا بدخل لها. مدخلات. وبيطلع منها مخرجات اللي هي مواصفات المد. نخش على حاجة تانية. طبعا انا قلت الحتة دي ليه? عشان انا لما باجي بحسب الانحراف المعياري. لاي عملية بحسبه لكل ما هو في العملية. لمدخل. ومخرج. ومحكوم او مش محكوم. واي انكلة القيم اللي اللي بحسبها تحت النورمال ديستوربيوشن كير. بحسب لها قيمة الانحراف المعياري. يبقى الانحراف المعياري بيتحسب للعملية او البروزيس بتاعتي كاملة. مدخل ومخرج. وخش بقى على موضوع جديد. موضوع مهم جدا جدا جدا. وده يعني ايه? هو مع معظمه نظري بس كلام مهم ويتطبق. الاستراتيجي كورسيك سيجما. يعني ايه الكلام ده? الاستراتيجي كورسيك سيجما بتعتمد على منهجية. احنا اكتفقنا في المحاضرة اللي فاتت ان منهجية السيكسي سيجما البناء بتاعها ايه? ادوات احصائية. يبقى هي بتعتمد المنهجية. بتبنى زي الطوب كده لما بحط طوب انا بابني كده المنهجية. بابنيها ازاي? ما اقدرش اخط الطوبة الاولى ان لما اجيب الاحصاء بتاعتها. واشوف بياناتها. واحسبها كويس. بعد لما اتأكد اللي هي سيف بقى بحطة الطوبة التانية. اتأكد من الطوبة التانية اللي هي سيف عن طريق بقى ايه? بحسب بقى بقى بشيك بقى عليها واشوفها وبتاوة. بقى تدقى ارص. ارص لوقت لما اعمل البناء الكامل بتاع الايه? السيكسيجما. هي دي الستراتيجي. سيكسيجما. يبقى هي بيتبنى على الادوات الاحصائية. المتقدمة. مش اي ادوات كمان. ادوات متقدمة. وخرائط توضيحية. يعني ادوات احصائية متقدمة. وخرائط توضيحية. الهدف النهائي ايه? من الخرائط والاحصاء والبناية دي. تحسين مستوى جودة العمليات. والمنتجات والخدمات. يبقى الاستراتيجي. تورسيكسي سيجما. بتعتمد على الادوات الاحصائية. المتقدمة. والخرائط التوضيحية. اللي هما الاتنين هدفهم في النهاية. اللي انا بعمل. امبروف. للجودة. شاملة بتاعت البروسيس. سواء كان للمنتج. او للخدمة. او للسلعة. او للايا كانت. اللي انا بعمله المنهجية. وده انا كان. هي بتعتمل على منهجية بنائية تضم الادوات الاحصائية المتقدمة والخرائط التوضيحية. ليتم توظيفها بشكل متكامل لتحسين مستوى جودة العمليات ايه? والمتجات. وتعتبر ان السيكس سيجما بتعمل قياس التشتت الاحصائي. يعني هي بتعمل على قياس التشتت الاحصائي. وبتحدد اجزاء العملية اللي بتحتاج لها. يعني انا دلوقتي لما باجي اقيس البروسيس بتاعتي ديت بتمر بكزا مرحلة. اجي في كل مرحلة بعمل الادوات الاحصائية بتاعتي. بشوف اول مرحلة مضبوطة ولا عايزة تحسين. طلع من الادوات الاحصائية بتاعتي. في اول المرحلة. في مشكلة? بابتدى ما خشش على المرحلة اللي بعديها. انا كده هبلي على غلط. يعني انا لازم الاول اخدها خطوة خطوة. احسن. لو في مشكلة. ما فيش مشكلة بنقل على طول على المرحلة اللي بعديها. ما فيش مشكلة في المرحلة اللي بعديها بنقل على المرحلة اللي بعديها. في مشكلة ظهرت قصادي. انا مش هستو. انا لازم اعمل لها ستوب. اوقف بقى مش هكمل انا بقى الاحصى هنا عملت فيه هنا بيانات طلعت مش مظبوطة الاحصى بيانتها اللي هي مش مظبوطة خلاص انا لازم اقف لازم اقف واصلحها واعدلها وبعد كده حسنها وبعد اما تأكد اللي هي تحسنت وراجعها ابتدى نقل على المرحلة اللي بحتيه اللي بعديها ان شاء الله. يبقى كده دلوقتي هي قياس التشطط الاحصى. ودخلت اجزاء العملية اللي اتحتاج الى تحسين عن طريق. في طرق كتير بقى. حوالي ست طرق. الست طرق دول اللي انا باعمل بيهم التحسين. طيب. باعمل التحسين ازاي? اول حاجة لازم اقيس اللي انا لسه شرح من شوية. قياس ال 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 بروسس يبقى فيها مدخليات ومخرجات. يبقى انا لازم اقيس المدخلات والمخرجات والفاعلية. يبقى انا اقيس المدخل والمخرج والفاعلية. اول نقطة عندي ايه? لكل مرحلة قياس المدخلات والفاعليات والمخرجات للبروسس. قياس المدخلات والفاعلية والمخرجات للبروسس. حلو الكلام? طيب. بعد مدعيس المدخل. المدخلات والمخرجات والمخرجات وفاعلية العملية. طبعا انا بقيس بناء على ايه? او بربط القياس ده بناء على ايه? هل انا بضيع وقته ولا بعمل اقيس واصرف فلوس ووقته مجهود وزهن? لا طبعا. لا طبعا مش كده? كل عملية لها كلاينت. عميل او زبون فانا لازم الاول اربط المدخلات والمخرجات بتاعت البروسيس بتاعتي بالعميل بتاعها يعني بشوف العميل اللي طالب ايه واربط بناء عليه القياسات بتاعتي يعني انا دلوقتي لو عندي موبايل هيبقى 8000 دولار غير موبايل 8500 كينيه اللي هيشتري الموبايل ب1000 دولار عميل او زبون معين فانا لازم اقيس المدخلات والمخرجات بتاعت الموبايل اللي 8000 دولار اطبق عليه قياسات عالية الجودة عشان تمنه وعشان الكلاينت اللي هيشتري الموبايل دوت هيدفع فيه مبلغ كبير غير القياسات التانية بتاعة الموبايل اللي هو 8500 جديد يبقى انا لازم اربط ده بمتطلبات العميل اهو رابط ذلك مع متطلبات العميل طيب انا دلوقتي لما باجي بقى اعمل تحسين لعملية مش لازم اعرف انا انا بحسن فاني حتة فيها وانا انا هحسنها كلها كل شوية في كل مرحلة ها فيها اعمل لها تحسين 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 عندنا استطيع AMY للكلام ده من شوية الي انا باخد البروست وبحسن بلاقي دي كويسة بنق العل اللي بعدي اهو بلاقي دي كويسة بنق العل اللي بعدي اهو مضيعش وقت ما عودش حسن اه حسن يعني لو الحاجة انا شايفها خلاص مع ربط مع العميل هيقبالها مني خلاص انا بعديها للمرحلة اللي بعديها العميل هيقبلها مني بعدل المرحلة اللي بعدها فما ضيعش وقت كتير يبقى لازم أعمل تحديد للأماكن اللي مطلوب فيها تحسين للعملية المقاصمة يعني لو عملية فيها ثمان مراحل عدت ثمان مراحل وجدت في المرحلة الرابعة وفيها دفكت أحسنها وانقل عن اللي بعدها ما حسنش اللي أربعة اللي قابلها تاني لا أنا مش هضيع وقت أنا بحسن أو لازم أختار الأماكن اللي فيها تحسين في العملية المقاصمة أو اللي أنا هاقسها في العملية يبقى تحديد أماكن التحسين دي النقطة التالتة النقطة الرابعة أنا عايز أعرف أنا فين من التحسين فلازم أعمل إعادة مقارنة مرجعية يعني إيه الكلام ده بشبانت أسمى إيه إعادة مقارنة مرجعية يعني إيه إعادة مقارنة مرجعية يعني أنا دلوقتي عندي بروسس فيها ثلاث مراحل عديت الأولى كويس والتانية كويس جات على المرحلة الثالثة حصل ديها دفكت فأنا عملت لها تحسين فبعد ما أعمل لها تحسين أنا هاعرف منين اللي هي تحسنت فلازم أراجعها باللي كانت عليه الأول وأعرف بتحسنت ولا لأ يبقى بأعمل مقارنة مرجعية ما بينها وما بين الحالة الأولى بتاعتها فاهميني؟ يبقى إعادة المقارنة المرجعية ما بينها وما بين أصلها واشوف نفسي أنا حسنتها ولا النتائج تلعت زي ما هي لو النتائج تلعت زي ما هي يبقى ما تحسنتش لو النتائج بتاعة الإحصة تحسنت يبقى هي إيه؟ أحسن من الأول يبقى أنا أعدي على المرحلة اللي بعدين يبقى النقطة الرابعة بتاعتي إعادة المقارنة المرجعية النقطة الخامسة تقديم منتجات بأعلى جوضة مطلوبة للعميل وبأقل تكلفة يعني أنا دلوقتي لو أنا عندي بروسس ولتكن أي حاجة أي حاجة هناخد مثلاً إيه المرة دي مكالمة مكالمة التليفون طبعا خدمة أنا قلت في المحاضرة اللي فاتت اللي أنا إيه هدي أمثلة على الصناعات وأمثلة على الخدمات اللي اتنين مع بعض الخدمة بتاعت الكل سنتر أنا هتصل بخدمة العملة عايز أعرف منها معلومة فساعات ما بتصل بخدمة العملة فبسأل على حاجة فبيرد علي شخص مختلف عن شخص يعني أنا ساعات برتاح لواحد في المعاملة وساعات لما بكلم واحد تاني ما بيقوليش اللي أنا عايزه ويقعد يتوهني ويقعد يعمل فإيه فلازم أقدم منتج بأعلى جودة يكون مطلوب للعميل يعني ما كلم أنا خدمة العملة أنا عندي مشكلة مش عارف في إيه ساعات بحس خدمة العملة بتجاوب معايا وبتعمل لي اللي أنا عايزه فبرضه بيبقى فيه رضا وساعات لما اتصل بيه ما حيسش اللي أنا خدت اللي أنا عايزه فما فيش جودة مطلوبة فلازم أعمل تقديم منتجات بأعلى جودة مطلوبة للعميل وفي نفس الوقت بقى أقل تكلفة يعني ما تكونش المكالمة طويلة ما تكونش المكالمة كده يبقى نقدم منتج عالي الجودة مطلوب للعميل العميل يرضى عليه وبقى أقل تكلفة وهو ده اللي أنا كد يعتبر منظور والتزام فلسافي للعميل بتقديم منتجات بأعلى جودة وأقل إيه تكلفة الخطوة السادسة مهمة جدا يريد بقى الناس تركز معايا في النقطة السادسة دي عشان يعني الشركات اتدت تدبهلها دلوقتي وابتدت تشتغل عليها أنا قلت اللي لازم يبقى فيه إعادة مقارنة مرجعية المقارنة المرجعية دي اللي هي في الخطوة رقم اربعة دي مع نفسنا مع العملية اللي أنا بقوم بيها اللي أنا بحسن مرحلة لمرحلة أحسنها خلاص بلقنا علي لا أنا عايز أعمل مقارنة مرجعية للمنتجات والعمليات والخدمات اللي أنا بقوم بيها مع الآخرين أو مع الأفضل في المجال يعني إيه الكلام ده يعني أنا لو عندي شركة بتصنع أجهزة كمبيوتر المبيعات بتاعتها قليلة وشركة تانية بتعمل أجهزة بتبيع أجهزة كمبيوتر المبيعات بتاعتها كبيرة فأنا لازم أعمل مقارنة مرجعية ما بين الشركتين عشان أعرف هما ليه بيبيعوا أكتر مني وأعرف ليه هما بيكسبوا وأنا ما بكسبش فلازم أقارن نفسي بالآخرين في المجال في نفس المجال اللي أنا شغال فيه بعمل مقارنة مرجعية مش إنترنال بقى على البروسيس لا بتبقى إكسترنال على الآخرين اللي شغالين في المجال بتاعي ودي نقطة مهمة جدا 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 اللي أنا لازم أقارن نفسي أو منتجي أو خدمتي للآخرين يبقى عمل مقارنة مرجعية للمنتجات والعمليات مع الأفضل في المجال نشوف الأفضل في المجال في مين اللي في نفس المجال اللي أنا شغال فيه هشوف الأفضل مين وهلده وشوفه هو عمل إيه وطبق إيه ونظرياته إيه وجاب مين يشتغل عنده وبقى إزاي وابتدي أطبق ده عشان أوصل ليه أو عشان أبقى زيه ما أفضلش على الواضع اللي أنا شغال عليه وهو يبيع ونخصر يبقى أعمل مقارنة مرجعية للمنتجات والعمليات مع الأفضل في المجال النقطة السابعة والأخيرة في الاستراتيجي إن أنا أطبق الأدوات الإحصائية واللي هي تعتبر أسليب الجودة لقياس وتحليل وتحسين ومرابط العميات وخدمات المختلفة يعني أنا ماينفعش أعمل كل اللي أنا بعمله ده من غير مطبق أسليب الجودة في القياس يعني أخمن هقولي إن العملية جي عايزة تحسين من غير ما جيب جيجي وقسها من غير ما جيب متر وقسها من غير ما جيب سيكنس جيجي وقسه من غير ما جيب أيا كان نوع القياس من غير ما جيب ألترسونيك تيست وإيسو ما أنا لازم أتوقع أوفر أدوات أدوات قياس أئيس بيها عشان أخذ منها بيانات وحطها في الإحصاء بتاعتي وطلع البيانات المطلوبة يبقى أنا بطبق الأدوات الإحصائية واللي هي تعتبر أسليب الجودة للقياس وتحليل وتحسين ومرابط العمليات والخدمات المختلفة أدوات القياس والأسليب مطلوبة عشان أطبق أدوات إحصائية مصبوطة أطبق أدوات إحصائية مصبوطة أطلع نتائج صح فلازم تكون في أدوات قياس صح أخذ بينها أخذ بينها نتائج وأعمل الأدوات الإحصائية بتاعتي اللي مطلوبة فتطلع القيمة القيم بتاعتي والتحليل والتحسين والمرابط بتاعت العملية صح وهو دلنا قلت عليه اللي هو تطبيق للأدوات الإحصائية وهي أسليب الجودة للقياس وتحليل وتحسين ومرابط العمليات والخدمات المختلفة وطبعا إحنا الأدوات الإحصائية دي هنعرفها بالتفصيل بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله في المحاضرات اللي بعد كده إن شاء الله المحاضرة الجاية هندي حاجات دي ولما نخش في الدماغ هندي الحاجات دي بقى بالتفصيل وهنشرح إزاي بتتعامل الأدوات الإحصائية كتير باريتو الهيستو جرام والفيش بون دي جرام والسكاتر دي جرام والماتريكس وحاجات كتير قوي 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 هنأخذها إن شاء الله وهتفهموها إن شاء الله وهتطبع إن شاء الله واحد كاتب أستاذ ياسر هل ينفع تطبيق الستة لا أستاذ عبدو هل ينفع تطبيق الستة سجمة على مشروع إنشائي طبعا أيا كان المشروع بيتطبق على أي حاجة خدمية أو أي حاجة صناعية أو إنشائية طبعا السكس سجمة بتتطبق في المدارس في المستشفيات في مكاتب البريد في كل مجال موجود البنوك كان معنا واحدة كانت بتاخد معنا قرص الجرين كانت شغالة في بنك وعملت المشروع بتاعها في البنك ووفرت في الوقت بتاعة كل سنتر نص الوقت من خلال المشروع بتاعها في الخدمة بتاعة العمل يعني أصدق أقولك يا أستاذ عبدو إن مشروع تطبيق السكس سجمة في كل حاجة مش في المشروع الإنشائية لأ ده كل حاجة مثال مبسط على الفرق بين اليونت والإبورتيونيتي أنا شرحتها ده بالتفصيل أنا شرحتها الأسبوع اللي فات في الجادول بتاع الإنشائل أسسمنت والأسبوع ده فأنا ممكن أبقى شرحتها تاني عن الجروب يعني عشان الوقت بس طيب في موضوع جديد هناخده هنقوله كده في عجالة عشان الوقت عوامل نجاح منهجية السكس سجمة في المؤسسات لازم يكون في عوامل في المؤسسة عشان ننجح المنهجية يعني هي لازم برضو المؤسسة تساعدنا عشان ننجح يعني لازم برضو إيه في عوامل نجاح في عوامل نجاح أنا هقف جنبك أنا هعمل لك هكريت لك تيم أنا هجيب لك أدوات قياس أنا هساعدك كده يعني يعني مش هحارب الوقت هيبقى في عوامل نجاح منهجية السكس سجمة في المؤسسات فأول حاجة لازم رقم واحد التزام الإدارة العليا بتبني تطبيق السكس سجمة يعني لازم يكون فيه تمني فكري بالتطبيق هعد مع المدير بتاعي وأبتدأ أشرح له التطبيق طب هيوقف معي ولا لا يعني لازم يكون فيه التزام الإدارة العليا بتبني تطبيق السكس سجمة يبقى لتتزام الإدارة العليا بالمؤسسة بتبني فبني السكس سجمة والنقطة النقطة التانية المؤسسة لازم تدرب عمام ولازم تدرب ناس عندها عشان ينفذوا المنهجية بشكل فعال يعني أنا أختاري اتنين تلاتة كده من عندي يكونوا كويسين في كل شركة وابتدأ أهلهم اللي هم يطبقوا المنهجية بتاعت السكس سجمة سواء كانت المنشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو صحية أو تعليمية أيا كان فيا اعتبر لازم تدرب ناس عشان عشان الناس تبتدي تشتغل على السلوب بتاع المنهجية وتطبيقها وتفاهم ده وتفاهم ده يبقى يجب أن يكون تدريب العماء العاملين كافة من أجل تنفيذ ايه السكس سجمة على نحو خطوة تالتة يجب أن تتبنى المؤسسة ثقافة وقيم الجودة الشاملة وتطبيق منهجية السكس سجمة بشكل صحيح يعني لازم يبقى فيه تبني كده للموضوع وتطبيق المنهجية على أكمل وقت يبقى يجب على المؤسسة تبني ثقافة وقيم الجودة الشاملة بشكل صحيح النقطة الرابعة يجب أن يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة لسه أجلها من شوية أدوات قياس مناسبة لكافة العمليات بها أنا هقيس إزاي العمليات هقيسها إزاي هقيس بتولز عشان يجيب قيم وإحصائيات وأرقام وكده لازم يبقى فيه أدوات أئيس بيها وبناء عليه هاخد من الأدوات دي أرقام وإحصائيات هاخد الأرقام وحطها في إحصائيات هتطلع النتائج يبقى يجب على المؤسسة امتلاك لأدوات قياس مناسبة لكافة العمليات امتلاك المؤسسة أدوات قياس قياس مناسبة لكافة العمليات آخر نقطة في عوامل نجاح منهجية السيكس سيجما في المؤسسات حصول بعض العاملين المعتمدين اللي حاصلين على أحزمة يعني أنا عندي أحزمة اللي أنا شرحتها في المحاضرة اللي فات الوايت واليالو والدرين والبلاك أبتدي أقاهل بعض اللي شغالين عندي في الشركة ناس تاخد الأحزمة دي أو بعض من الأحزمة دي عشان تبتدي تعتمد عليهم في تطبيق المنهجية يبقى تدريب تضرب بخلي الناس تبقى مؤهلة أو العاملين تبقى مؤهلة على بعض من الأحزمة عشان لما تجي تتآهل في الأحزمة تعرف تطبق المنهجية بشكل إيه؟ صحيح وسليم يبقى إظهار قدرة تماماً إحنا إن شاء الله بقى يعني المرة الجاية إن شاء الله هنبتدي ناخد بقى هنبتدي ناخد بقى منهج إدارة التحسين عشان نقدر نشرحها النهاردة أنا عايز بقى من حضراتكم الأسبوع ده إن شاء الله عايز من حضراتكم الأسبوع ده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لكل واحد إن شاء الله إن شاء الله وعايز كل واحد يبتدي يطبق في مجال عمله هو فيه من السجما والتمرين اللي أنا اديته النهاردة القيم اللي هو السؤال دوت السؤال دوت اللي هو أحسب الانحراف المعياري للقيم تالية ثلاثة أو اتنين واربعة وخمسة أو سبعة وستة وتمانية عايز أحسب السجما بتاعته للطراف المعياري ماشي ونفكر في الحاكين دول في خلال الأسبوع دوت نبتدي نعمل تطبيق عملي بأيدينا ونحسب الانشيال اسيسمنت وبتدي نشوف السؤال دوت ونحسب الانحراف المعياري ونقدمه عالجروب جروبين جي واحد وجي اتنين جروب واحد وجروب اتنين وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في كل الأسبوع الجاي ويوم الجمعة الجاي ان شاء الله بإذن الله في نفس المعاد هنشرح بقى الكورس يعني ان شاء الله شمان صام شكرا جزيلا شمان صوت سيما جزيكم الله خيرا أتمنى لو حد عنده اي سؤال لو فيه اي حد عنده سؤال يقولي عليه دلوقتي انا انا هبص على الشات اهو لا يعفوني بالموضوع الماتيريا انا فيه حاجة هقولكو عليها مهمة جدا هشيرها دلوقتي على الجروب اللي عايزي يزود معلوماته انا هبعطلوكو دلوقتي البي ان بوك بتاع بتاع السيك سيجما او الهاند بوك او البي ان بوك يعني اي ان كان الناس بتقوله بي ان بوك وفيه ناس بتقوله هاند بوك فمش فرقة بقى يعني دي المرجعية عشان فيه واحد امبارح اه اكلمني على الجروب وقال لي يا هندسة انا محتاج اللي انا ابص على لان طبعا اللي انا اكتبه هنا ده باور بوينت فباور بوينت مش هتخليك تبقات يعني مش هتخليك كويه يعني مش طريقة للمذاكرة فطبعا المرجعية هتبقى الاساسية للهاند بوك بتاع السيك سيجما اللي هو فيه شرح كل الاحزمة كل الاحزمة الجرين والبلاك والماستر بتاع الاي كي و اف اللي هو بتاع الانترناشنال كوالاتي فيدريشن اللي انا اعتبر نفسي يعني ايه اتأهلت بيها فده يعتبر حاجة دولية بيتعمل بيها حتى يرد الوقت على الجروب بعد انتهاء المحاضرة ان شاء الله وده هيكفي للماتيريال اللي كل الناس بتتكلم عليها وكل الناس بحتاجها انما انا مقدرش اديك باور بوينت طبعا يعني اعفوني من الموضوع ده الباور بوينت بتاعتي دي بتاعتي انا انت عايز تزود معلوماتك وتذاكر انا اطلع لك المرجع وانت تفتح المرجع وتبص فيه وتطلع الدياتا وان شاء الله يعني هتستفى اي حد تاني عايز يسأل اي حاجة؟ ما المقصود بادوات القياس؟ ادوات القياس يعني هي دي يعني الناس كلها عارفة ادوات القياس يعني المتر الجيج ادمان هنجل سواء كانت ادوات مانيول ادوات قياس تانية بتبقى سيمس جيج ادوات القياس الموجود اللي بنقيس بيها اي بروسس اه ادوات القياس بنقيس بيها خدمة بتبقى عن طريق اه 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 ادوات اه احصائية او بنعمل زي اه 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 استبيان للبيانات او بنجيب بيانات قديمة بنبتلي ناخد ريفرانس ليه لينا بتبقى اكيد من موجودة في الارشيف بالنسبة للخدمات لو في ادوات قياس طبعا ان انا قلت عليها دي كل الناس طبعا عارفة ادوات القياس بمختلف انواعها وهو ده المقصود بادوات القياس يعني وبعدين بتبقى برامج فقط ام معدات بتبقى الاثنين انا ممكن اعمل ادوات قياس ببرامج في الخدمات وممكن اعمل زي مثلا مكالمات التليفون انا عايز اعرف ان كم مكالمة نكحت وكم مكالمة فشلت فيبقى في استبيان كده لمدة سنة للموظف دوت او العامل دوت في المكان دوت هو مكالماته جاء عليه كومنتات قد ايه جاء مجاش عليه شكوك بكده يعني استبيان اللي عايز بيسأل عن واليونت اللي هي مراحل البروسيس مراحل البروسيس واليونت اللي هي السامبل اللي هي العينات اللي انا بخذ ده اللي سائل على اللي بيسأل وطبعا انا جاوبتها بمجال الانشاءات طبعا المبنى كله بالكامل اعمل له رسم البياني اللي هو normal distribution curve طبعا ارجع له تاني عشان تيه واحد سائل بيسأل عليه normal distribution curve كل اللي تحت الكيرف ده البروسيس بتاعتي اللي انا بقاسها اختصار شديد كل اللي تحت الكيرف ده البروسيس بتاعتي اللي انا بقاسها اللي انا بقاس فيها ايه؟ السجمة اللي هي ايه؟ اللي انحراف المعياري اكيد كده انت خلاص فهمتيني في النقطة تندو يبقى كل اللي تحت normal distribution curve جميع القيم اللي احنا خدنا فيها التدريب والمسألة جميع القيم اللي انا بحسب لها الانحراف المعياري بواسطة القانون اللي هو قدامك واللي احنا شرحناه كده اللي كان بيسأل على الكيرف فهم اللي كان بيسأل اه واحد يقول المشاكل الموجودة في كل مرحلة من مراحل الانتاج المرات تسجيلها المشاكل هقول المشاكل اللي اللي بتبقى في مراحل الانتاج اكيد بتتعرف يعني يعني مثلا لو مصنع ازاز بيبقى فيه شيت متل في مغبخة يعني الفنيين بيبقوا عارفين اللي ده مش كويس بيبقى ده منتج معيب اه لو في الحديد اللي حان بتاعه مثلا لو بصنع حاجة اللي حان بتاعه يبقى ديه حاجة معيبة يعني بيبتبقى مراحل التصنيع الفنيين والمهندسين اللي شغالين في مجال الانتاج بيبقوا عارفين الحلو من الوحش يعني الحاجة اللي فيها مشكلة والحاجة اللي ما فيها مشكلة وطبعا بيبقى معاهم الادوات بتاعة القياس بتاعتهم اللي بتقدر تقول ان ده يعدي او ما يعديش وبيجي مهندس الجودة بيبصوا بيستلم بيقول ان دي تعدي على موصفة المتطلبة من العميل ولا لا فانت كده متى يقلي فهمت الاجابة نبعتها على الرابط بتاع الواطس على جروب واحد وجروب اتنين ما معنى يمين ويسار المنحنة هقولك احنا دلوقتي عندنا شوفنا شايفين المنحنة ده يمين ويسار المنحنة انا عندي دوت تلاتة سجمة هو ده السجمة بتاعتي نيجي نبص على تلاتة سجمة تحت اللي هي تسعة وتسعين بوينت تلاتة سبعين يعني التلاتة سجمة دول بتوع البروسس فهمتني يعني المنحنة دلوقتي ده عندي البروسس بتاعتي اللي انا استاه هنا بتاعت الحراف المعياري السجمة ليفل بتاعتها تلاتة سجمة يعني درجة الجودة فيها تسعة وتسعين و بوينت تلاتة وسبعين في المية هي دي اللي انا بحسب لها للحراف المعياري يبقى كيرف اللي عندي ده السجمة ليفل بتاعته كام تلاتة سجمة فهمتها بالنسبة للي كاتب ما معنا يمين ويسار المنحنة يمين ويسار المنحنة اللي هي السجمة ليفل السجمة ليفل بتاعتي لا اما بالمينوس لا اما بالبلوس هو المنحنة واقع في المنطقة دي القيمة المقصودة على قيم الحراف فقط القانون ده بتاع للحراف فقط انا هو القانون ده شامل الشكل ما هو انا دلوقتي انا بحسب اللي الحراف المعياري للبروسيس طب البروسيس دي واقع فين فين مكانها هو ده شكلها هي تحت الهرم تحت المنحنة ده هي الليفل بتاعها تلاتة سجمة هي هي دي اللي انا بحسب له لان حراف المعياري بتاعها فباخد كل القيم بقى كل القيم اللي تحت الشكل ده انا ما عرفش كم قيمة مليون قيمة الف قيمة خمسمائة قيمة ايا كان عدد القيم بقى ايا كان عدد القيم انا بحسب لها للحراف المعيار بتاع استاذ شريف قاسر كده متألف انت السؤال انت كانت طيب في حد تاني عنده اسئلة انا كده جاوبت على كل الاسئلة اللي في الشهر في حد تاني عنده اسئلة شمان صام شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا ان شاء الله لتاخد بازن الله بازن الله ان شاء الله الجمعة الجاي ان شاء الله بازن الله وان شوفكم جزيلا وبالنسبة للحضرات المحضرات الكلام بتتسجح بترفع عن المتباق أرابي وعلى اليوتيوب وعلى فيسكوك إن شاء الله فكل المحضرات مسجلت للي فاتوا أي شيء يرجع يقدر يرجع المحضر مرة تانية إن شاء الله وانا هشاير دلوقتي الموقع المرجع بتاع ايكيوث امجازكم باخير شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم مرحباً لك. مرحباً لك.